أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي أن دولة الكويت لمسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها وحمايتها اهتماما بالغا نعم جاء ذلك في كلمة ألقتها البغلي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي والمنعقدة تحت عنوان المرأة والسلام والأمن نحو الذكرى الخامسة والعشرين لإصدار قرار مجلس الأمن 1325 ترأصت معالي المهندسة مي جاسم البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة وفد دولة الكويت رفيع المستوى المشارك في فعاليات اليوم الثاني للدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة والتي شهدت حضورا كبيرا من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وأكثر من مئة وزير دولة سجلنا حضورا في عدد الفعاليات الرئيسية التي ستنظمها الأمم المتحدة وعلى رأسها المشاركة في جلسة مجلس الأمن بعنوان المرأة والسلام والأمن سنشارك في المناقشة العامة في موضوع اللجنة وكذلك سنشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية الرابعة اللي بعنوان تعزيز الابتكار الشامل والتغيير التكنولوجي لتمكن النساء والفتيات وخلق مساحات رقمية أكثر أمانا بالإضافة لذلك سنشارك في مؤتمر المرأة في الإسلام وتتزامن أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة والذكرى الخامسة والعشرين لإصدار مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي رقم 1335 كاعتراف دولي بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين كل هذا الحدث تزامن مع اليوم العالمي المرأة وانتهز هذه الفرصة بتهنئة المرأة الكويتية والمرأة حول العالم بينجازاتها على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية الاجتماعية اللي أثبتت أن دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل بذات الكفاءة نهنيها حول العالم وستشارك دولة الكويت في اجتماع التاولة المستديرة الوزارية الرابعة وكذلك الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة المرأة والسلم والأمن وأيضا المؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام لإعادة التأكيد على مكانة المرأة وأدوارها الفعالة في الأسرة والمجتمع تأتي مشاركة دولة الكويت بوفد الرفيع المستوى في الدورة السابعة والستين للجنة المرأة التابعة للجمعية العامة تأكيدا على الاهتمام المتزيد بالمرأة كشريك في التنمية وكشريك في رؤية كويت جديدة 2035 من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر